مرحبا حضراتكم من جديد في رأي عام ومن النهاردة بإذن الله وكل يوم أحد قررنا أن يكون لنا حوار ثابت وبشكل أسبوعي مع المفكر والكاتب الكبير حلمي النمنام صحيح كان ليا شرف بمحاورة الأساس حلمي النمنام أكتر من مرة ولكن كانت الحوارات بشكل مش ممتازم حبينا يكون ضفنا الأساس حلمي بشكل أسبوعي لسببين الأول سبب شخصي ممكن حضراتكم تشاركوني فيه أيضا وهو أني بشوف الأساس حلمي واحد من المثقفين الحقيقيين اللي بيتحلوا بروح مستقلة روح محبة للاستكشاف محبة للتحري عنده نزعة نقدية تشتغل باسم الروح وباسم الفكر لدي حاجة الحاجة الثانية أن احنا وسط كل هذه المحاولات المستمرة من قبل جمعات بتنتمي زورا للإسلام لتزييف الوعي وتزييف المجتمع تضليل كل ده بيخلينا بحاجة إلى قراءة وافية لواقعنا المعاش إزاي نقدر نقدم وسائل غير تقليدية لمواجهة هؤلاء ورحب بضيفي الكاتب والمفكر الكبير لأستاذ حلمي نام أهلا بيك أهلا بيك وشكرا على المقدمة يمكن وإحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الأستاذ وحيد حامد ويمكن في آخر الفقرة دي أنا استعرضت بعض التغريدات اللي كتبوها من ينتمو إلى خلينا نقول إلى معسكر طيور الظلام يعني والإسم طبعا لأحد الأفلام الرائعة للراحل الكبير الأستاذ وحيد زي شفت هذه الحملة لتشويه صورة هذا الرجل المبدع الكبير يعني أولا ما اتفجأتش بيها وكنت متوقعة لأنه بقينا للوقت مع رحيل كل كاتب أو مفكر بنشوف مثل هذه الحملات وبنشوفها كمان حتى مش مع الرحيل يعني مع كل كاتب أو مفكر أو باحث يقول رأي لا يرضي هؤلاء فنجد شكل من أشكال التنمر أو شكل خلينا نسمي الأشياء ومسمياتها شكل من أشكال البزاء الحقيقية وده خلاص احنا بقينا معتدين عليه ولكن يعني هذه الحاجات أو ردود الفعل ديا لما بتكون على وهذا الكاتب أو هذا الفنان على قيد الحياة يعني عادي بس يعني الموت له حرمة ما هو إحنا الموت له حرمة بمعيار الناس الأسوية يعني أنه حتى في الخصومات السياسية وفي المعارك العسكرية إذا القائد الخصمي مات خلاص خلص الموضوع يعني إحنا فاكريين مثلا يوم ما مات الرئيس عبد الناصر في 28 سبتمبر الأصول السادس نكس أعلامه رغم الخلافات السياسية والخلافات لأن دا لو احنا بنتكلم بمنطق الناس الأسوياء الموت له وحرمته على مستوى كافة الأديان وكافة الثقافات لكن لما نكون مع أناس خلينا نقول أطراف لديهم درجة من درجات السادية وأنهم إلى جوار السادية بقى عندهم حالة من حالات العجز فإذا التقت السادية مع العجز فتطلع مثل هذه البزاعة وبالتالي احنا ينبغي أن احنا لا نكون مفاجئين بهم ولا نلقي لهم بالا كبيرا صحيح طيب خليني أسأل حضرتك يعني بهذه المناسبة عن قيمة الراحل الكبير وحيد حامد وحيد حامد الحقيقة كاتب له عالمه الخاص وكل كاتب وكل مبدع له عالمه وله دنياه الخاص بعض الكتاب تاخدهم النستالجيا لمرحلة تاريخية معينة يعيشوا فيها ويغرأوا فيها يعبروا عنها تبقى هي عنوان ليهم وهم رمز لها بعض الناس بتاخدهم الفكرة أو الايديولوجيا نحو تعليب الواقع بشكل معين ويبقوا أثارة تلك الايديولوجيا أو تلك الفكرة لكن وحيد حامد كان خارج هذه التصنيفات كلها كان عنده حكتين مهمتين جدا هو أن عينه طول الوقت على المجتمع وفي نفس الوقت يعطي للإنسان الفرد حقه يغوص في أعماقه ويشوف مشاكله الحقيقية ومن هذه الخلطة يطلع شغله معه كان عنده باستمرار قضية الوعي بالمستقبل والاستشراف المستقبل يعني إحنا لما نشوف فيلم طيور الظلام فيلم طيور الظلام بيقول باختصار شديد جدا الكلام اللي احنا كنا بننبح ذرنا بيه ونقول أن مصر واقع بين شقي الفساد والإرهاب هو قالها بالشياكة وببساطة وبسهولة شديدة جدا أن جاء بالمجموعة بتوع السلطة الحاكمة أنزاك في مواجهة طيور الظلام والاثنين بيلعبوا مع بعض يعني بيشتغلونا الاثنين وفي النهاية كانت النتيجة بينتهي الفيلم أن احنا مصرنا بين هزين الإسنين وده تقريبا الواقع أكد ده احنا في 25 يناير كنا في مواجهة طرف منهم فريق منهم في 30 يونيو كنا في مواجهة الطرف الآخر وعشان كده الدستور المصري في الدباجة لما تكلم عن صورة 25-30 هو بيقول تمنيا أن مشكلة مصر والمواجهة ينبغي أن تكون مع الفساد ومع الإرهاب في نفس الوقت الفيلم الآخر اللي لازم نقف عنده الحقيقة وأنا رأي أنه فيلم عبقر وماخدش حقه فيلم الإرهاب والكباب فيلم الإرهاب والكباب بنتكلم سنة 93 أنه يختار مجمع التحرير يبقى مقر أنه بيقول أنه البيروكراطية الصغيرة جدا لموظف الإدارة التعليمية من الممكن أن تدفع المواطن البسيط إلى لحظة من لحظات العنف يخرج فيها عنقراته ثم هذا المجمع بكل السلطات اللي فيه هش ويتهاوى بصرح ثم لما يروح لهم وزير الداخلية تفاوض معهم إيه طلباتكم إيه طلباتنا ما فيش ثم في الآخر طبعا عايزين كباب قارن ده اللي حصل في 25 يناير يعني أنت هتلاقي المسألة فيه فيه ملمسة قوي قوي لأنه كان باستمدار بيستشرف المستقبل يعني ده أنا رأيي ده أهم ما فيه وده اللي هيبقى منه ومسألة يعني تركيزه الشديد في معركة الوعي وده يمكن موضوع يعني حلقتنا النهاردة أستاذ حلمي الأول خلينا بس نحط كده تعريف يعني إيه وعي الوعي بشكل عام احنا ما نتكلمش عنه بشكل مطلق لكن فيه الوعي على المستوى الفردي وعي المواطن الفردي بقضايا بهمومه بمستقبله أنه يدرس كويس أنه يأمل حياته ده ده مفهوم وفيه وعي آخر اللي هو الوعي المجتمعي أو الوعي الوطني وده أظن أنه وحيد حمد كان بيشتغل عليه طوال الوقت يعني بيشتغل عليه دراما سواء سينما سواء تلفزيون أو حتى مقالات مقالات صحفي والوعي في هذه الحالة بشكل عام الوعي الجامع أو الوعي الوطني أو أنه المجتمع يكون واعيا بالقضايا التي تجعله والقضايا التي تؤثر في هويته ومصيره وتؤثر في مستقبله وعليه أن يواجهها بصراحة وبصراحة شديدة جدا وبشجاعة بس إزاي بيتشكل الوعي بشكل عام الوعي بقى في المجتمع بيتشكل بحاجات كتير أول بيتشكل بالسينما الأعمال الدرامية بيتشكل بالإعلام تلفزيون على وجه التحديد بيتشكل بالإزاعة بيتشكل بالمواد المقروعة المواد الأدبية المواد الفكرية بيتشكل بالمدرسة بالجمعة بالحزب السياسي إذا عندنا حزب قوي دي كلها محددات الوعي والتشكل والبيئة المحيطة فضلا عن المجتمع لأن الوعي في القاهرة هيكون مختلف عنه في الريف من الممكن في الريف في مجتمع أمي هتلاقي أنه كبير العيلة له كلمة مسموعة في مجتمع زي القاهرة في وسط متعلم هيكون المسألة مختلفة طيب وأحنا أرجع بس لبعض التغريدات الموسيقى للراحل الكبير وحيد حامد ويمكن يعني أحد هذه التغريدات واحد مسمي نفسه سبع الليل اللي واخد اسم شخصية اسم شخصية أحمد سبع الليل الجندي بتاع الأمن المركزي اللي بطل فيلم البريء وحاطت صورة أحمد زكي الله يرحمه وبيقول أنه يعني وحيد حامد كان عدو الإسلام والمسلمين يعني شايفت زي هذا التناقض يعني واحد بيشتم وحيد حامد وحاطت صورة أحد أبطال واحد من أروع أفلام وحيد حامد مهمة لأنه دي هؤلاء الناس ما عندهم شي موقف فكري واضح ولا عندهم موقف إنساني واضح هؤلاء كائنات أنا أسف التعبير مشوهة إنسانية ومشوهة نفسيا فيعملوا الشيء ونقيده يعني زي الموظف اللي حاطت سجات الصلاة والشاي للسبحة وفتح الدرج عشان يتلقى الرشاة فيه نمازج من هذه يعني موجودين في المجتمع كتير ودول نحن نحن نتكلم الوعي أحد أشكال تنمية الوعي هو الصدق والصدق يعني أن نتجنب الكذب بمعناها المباشر وغير المباشر أن نتجنب الزيف الزيف إنك إنت واخد شخصية من شخصيات وحيد حامد بإسمه بالطريقة اللي أقدموا بيها لكي تقول أنه كان معادياً للإسلام والمسلمين يعني دعنا من أنك أنت يعني من أنت لكي تتحدث باسم الإسلام ومن أنت أعطاك سقاً لكي تتحدث عن عموم المسلمين يعني دي كلها مجموعة من التناقضات لكن خلينا نقول أن في مثل هذه الشخصيات موجودة ولا ينبغي أن نفاجأ بها ولا ينبغي أن نفزع منها كمان يعني لابد أن نحن نكون عارفين موجودهم وممتوقعينه وما يخوفوناش لكن واجبنا أن نحن ننمي الوعي بالصدق وبالنبل الإنساني لكي لا تزيد مساحة هؤلاء ويظلون مجرد كائنات على الهامش بهذا الشكل طيب هؤلاء يعني الكائنات على الهامش ألا يستدعي وجودهم خوض معركة حقيقية معركة مع هذه الأفكار وهل تخاض هذه المعركة الآن هذه المعركة موجودة وبتخاض وأنه مثلا إذا عرفنا أنه وحيد حامد انتقل إلى رحمة الله وهو بيعمل على الجزء الثالث من الجماعة يبقى لابد أننا نعرف أنه ومش يعني مش ما نيش في حل أقول كيف كان دقوبا في جمع المعلومات والبحث عن المصادر يعني طب ما قلت فيك كام وحيد حامد يعني موجود يعني لا فيه يعني مش بمستوى وحيد حامد ومش لنفس أنا مقصدش حتى يعني يعني أنا أقصد المعركة التي يخبر ضد الظلاميين لكن فيه طيار فيه طيار قوي وموجود وأتصور أن هذا الطيار بينجح ونجاح هذا الطيار خلينا نقول الإخوان لم يستمروا في مصر أسباب كتيرة وعامة ومكترة منها فشلهم الحقيق ومنهم وفشلهم الزرع لكن من اللحظة الأولى كان فيه طيار منتبه أن هؤلاء خطر على مصر وأخذ ينبه لهم يعني مسألة أنهم ما قدروش يغضوا البلد ما قدروش يغضوا المجتمع وعلى مدى إحنا بنتكلم دولوقتهم ما بقى لهم تسعين سنة أو أي من السنوات أنهم طوال هذه الفترة ما قدروش يغضوا المجتمع وما قدروش يغضوا الدولة ده نجاح لطيار الاستنارة ما قدروش يغضوا ده رغم كمية الدعم المالي الرهيب اللي موجود لديه وكمية المساندة في وقت من الأوقات في 11 و 12 وما قبل 11 نقدر نقول المساندة المباشرة من أيام الإدارة الأمريكية في بوشي الإبن في انتخابات 2005 كانت المساندة اليوم علنية وصولا إلى أوباما حتى وصلنا إلى 2013 2014 أننا لما نجد أوباما في كتابه والأخير الأرض الموعودة يقول بعد كل اللي هو بيتكلم عن مصر ويقول ثبت أنه لا يوسق بهم في دعم العملية الديموقراطية أظن أن هذه النتيجة أن واحد زي أوباما اللي يقولها ما جاتش بسهولة ده جات بعد إطلالته على ما جرى في مصر في 2013 في 30 يونيو وما بعدها وبالتالي المعركة بتخاطر نعم بتخاطر وموجودة وقوية أن في زيول وجيوب لهذا الطيار سوف يظلون لفترة ويمكن أنا قبل كده قلت مع سيادتك أن احنا دول هيفضلوا معانا الفترة وهنفضل نواجههم ولابد أن تظل المواجهة مستمر طيب وبمناسبة المواجهة يعني إذا ما استدعينا التاريخ شوية سوس حلمي يعني طه حسين في معركته بعد كتابه في الشعر الجاهلي اغتيال المفكر الراحل دكتور فرق فودة سبب أفكاره محاولة الاغتيال اللي تعرض لها الأديب الكبير نجيب محفوظ المعركة مع الأفكار الظلامية دائما ما تأخذ أبعاد يعني درامية خلينا نقول إلى متى تستمر هذه المعركة ده يعني جزء من سؤالي الجزء الآخر هل الحالة الثقافية الحالية بمقدرها خوض هذه أو الاستمرار في خوض هذه المعركة خلينا نقول بمقدرها بواجبها وإحنا يعني كويس أن حضرتك ذكرت اسم الدكتور طه حسين وفرق فودة بالمناسبة كتب فرق فودة انتشرت وتطبع منذ اغتياله أكثر مما كان تطبع في حياته كتب الدكتور طه حسين إلى الآن بتطبع وبتوزع على نطاق واسع مصريا وعربيا وكراءه بيزداد عددهم يوم بعد يوم هم بيغتالوا المفكر لكن لا يمكنهم على وجه الاطلاق اغتيال الفكرة يعني ما قال به فرق فودة في قبل السكوت تحقق ما حذر منه فرق فودة تحقق ما نادى به الدكتور طه حسين تحقق احنا احنا لما نكون الاسبوع اللي فات سمعين تصريح لدولة رئيس الوزراء بيقول انه مكلف من السيد الرئيس بتسريع بناء الدولة المدنية الديموقراطية هذا ما كان ينادي به فرق فودة وما كان ينادي به الدكتور طه حسين وما نادت به الحركة الثقافية ليس فقط من القرن العشرين ولكن من القرن التسعتاشر من ايام الشيخ حسن العطار مرورا بالشيخ رفاعة طعطاوي الى علي باشا مبارك وصلا الى طه حسين والعقاد واحمد امين وهؤلاء وبالتالي هم يغتلون المفكر لكن الفكرة تبقى والفكرة تكتب لها الحياة اكثر بعد اغتيال صاحبه يعني فرق فودة اغتياله احنا فقدناه كشخص عزيز وكانسان مهم لكن افكاره ما تزال حية وقوية وكتبه تطبع مرة ومرتين في السنة يمكن يعني على ذكر هؤلاء يعني الكبار ضح حسين ناجم حفوظ فرق فودة تهمة التكفير كانت دائما سلاحا مصلطا على سيفا مصلطا على امثال هؤلاء ولا تزال هذه التهمة يعني لماذا يعني لماذا تستمر هذه التهمة سلاحا بأيدي هؤلاء الزلامين هل لانها سهلة يعني سهلة ترددها سهل اطلقها على من يخلفهم في الرأي ام ماذا هي اولا سهلة بالنسبة لهم اتنين انهم فيهم باستغلالها يحاولون اخفاء الجوانب الحقيقية للمعركة يعني انت بتدخل معركة مع الاخوان فهي القضية عنهم والله انا مش طالب سلطة انا بدافع عن الاسلام لا انت طالب سلطة فهم بيتواروا وراء هذه المسألة لكن الى متى يبقى هذا السلاح الى ان يتحرك البرلمان المصري وبما ان انا امام مجلس نواب جديد يتحرك في ايه في اي اتجاه هقول لسيطة مجلس النواب الجديد مطالب اول شيء يعمله ان يشرع قانون يجرم تكفير اي مواطن لو صدر مثل هذا التشريع اظن ان الامور سوف يكون لها مقياس اخر لانه في بعض القضايا تحل بالوعي وتحل بالافكار وقضايا اخرى لا تحل الا بالقانون ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن السلطان هنا هو التشريع والقانون نحن بحاجة الى تشريع من مجلس النواب يجرم تكفير اي مواطن لماذا؟ لان التكفير في هذه الحالة يعتبر هو بمعنى ما تحريض على القتل انت كفرت انسان اي انك ابحت دمه خاصة وانا اعتبر ان هذا التشريع مكمل للدسور لان الدسور بيتحدث عن حرية العقيدة نعم الدسور يقول ان دين الدولة الاسلام وان شريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع لكنه يقول ايضا بحرية العقيدة فان يأتي احد ويكفر شخص اخر هذا جزء من التجني على حرية العقيدة اتنين اذا عرفنا انه التكفير ليس مجرد انك بتبدي رأي يعني انا مثلا ما اجا اقول والله الاعلامي الفلاني اعلامي لا يعجبني ده جميل لكن ما اقول اعلامي كافر ده معناه انني ادعو الى قتله لانه في هذه الحالة الكافر لدى هؤلاء دمه مباح صحيح طيب نحل هذه المشكلة ازاي صدور تشريع من مجلس النواب رقم واحد يجرم من يكفر اي مواطن مصري اذا عملنا ده لانه احنا في دولة محكومة بالقانون وفيها مؤسسات فيها مؤسسات قانونية وفيها مؤسسات دينية فالافتئات على المؤسسات والافتئات على ضمائر الناس بهذا الشكل لا ينبغي ان يترك بلا رادع الرادع مش بس ان المفكر يكتب المفكرين بيكتبوا من ايام من قبل طاح سيد من ايام رفاعة تهطاوي والكتاب والمفكرين يكتبوا لكن هذه مسألة تحصن بالتشريع بس يا سيد حلمي هناك من يستغل المنابر المفتوحة والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ليجرح مشاعر الناس يجرح مشاعر المؤمنين سواء المسلمين او مسيحيين ويعلن يعني عن استهزاؤه بالدين عن الحاده يعني ماذا شأنها هناك فارق بين اللي بيعلن عن الحاده اللي بيستاذق بالدين اللي بيعلن عن الحاده حسابه على الله سبحانه وتعالى حسابه امام الله سبحانه وتعالى وانه الآيات الكرآنية واضحة وصريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يا رسول الله عليك التبليغ. أما الهداية فده أمر آخر. أما الذي يجرح مشاعر إنسان متدين أو يسيء إلى دين معين نحن لدينا قانون الزراع الأديان يطبق عليه القانون. وبالتالي دول هؤلاء لا ينبغي أن يتركوا. يعني أنك أنت تزدري دين بعينه. يعني أنك أنت تجرح مشاعر متدين. هذا كلام لا يليق. طيب. وأن يكون الحساب بالقانون. ودي برضو يعني بشكل أو آخر مرتبطة بمسألة الوعي. طيب من المسؤول عن صناعة الوعي؟ المسؤول عن صناعة الوعي في ظروف بلدنا الآن أستطيع أن أقول رقم واحد مؤسسات الإعلام. رقم واحد. لماذا؟ لأن مؤسسات الإعلام متاح لها الانتشار بصورة واسعة. بالملايين. يليها المؤسسات التعليمية. الجامعات على وجه التحديد. المؤسسات الثقافية. كلها بلا سئسنا. وأنا من الذين يعتبرون أن الجامعات من ضمن المؤسسات الثقافية. وأن المؤسسات الثقافية جزء من العملية التعليمية. ولكن بشكل مختلف. واجب أيضا المؤسسات الدينية. المؤسسات الدينية هي أن طوعي الناس بصحيح الدين وأن ما يحق ما يجوز وما لا يجوز يعني الافتئات على الآخرين الطعن في أعراض الآخرين بسهولة شديدة جدا هذا كلام مجرم دينية طيب هل هناك جهات تقف أمام صناع الوعي تقف أمامهم إزاي تقف أمامهم في مواجهتهم تعرقلهم في جهات تقف أو لا تقف خلينا ناخد نموذك زي الإعلام الإعلام أنت لا تتوقع أنك أنت هتلاقي ما هتقول رأي مختلف أن الناس تضرب لك تعظيم سلام أنه ده ما بيحصلش في الإعلام قول الحقيقة له ثمن إذا اخترت الحرية أنت بتدفع الثمن إذا رديد بالعبودية أنت بتدفع الثمن وبالتالي توسيع هامش الحرية وقول الحقيقة له ثمن ينبغي أن يكون الكل على استعداد أنه يدفعه يعني فرق فودة كان حينما اتجه إلى كتابه قبل الزقوط كان متوقع بين حين وآخر أن يجري اغتياله نصر ابو زيت كان متوقع ما جر له وبالتالي يعني هذه مسألة ينبغي أن نحن وخلينا نقول في ظروف في ظروف مجتمعنا لابد الناس يكون عندها استعداد لأن تكون أولا جسورة أثنين أن تكون على استعداد لأن تتحمل التمن وتدفعه هل هؤلاء يعني كتير عددهم دلوقتي؟ أه موجودين كتير موجودين كتير وأول أنا هكلمك بمنطقة الصراحة هذا البلد رغم كل الظروف اللي مرت به وأنه كان مفروض أنه يسقط وأنه يتفتت ويتشرزم ولم يسقط الحمد لله بواقف على رجليه ورغم كل المشاكل اللي احنا بنشوفه واقف على رجليه وبيبني وبيكمل ومتماسك أظن ده ما جاش اعتباطا ما جاش مجانا لكن لأن هناك جهود حقيقية بتبزل لأفراد أفراد بيقوموا بأدوار بطولية ولدينا مؤسسات حقيقية في المجتمع وفي البلد يعني ده اللي ينكر هذا يبقى يعني وإحنا إيه مشكلتنا مع جماعة الإخوان الإرهابية مع جماعة الإخوان الإرهابية لو جم بعد 30 يونيو أدراكم قالوا والله إحنا فشلنا وهنعيد البدء من جديد ما كانوا نكمله وكانش حد يعني خلينا كده من 30 يونيو لتلاتة سبعة إلى فض بؤرة ربعة الدولة كانت تلح تعالوا إلى الحوار تعالوا إلى المسالمة تعالوا لك لكن هم ما أصروا على شيء آخر وبالتالي ده اختيارهم هم ورغم كل الدعم اللي مقدم له اقتصاديا اقتصادهم اقتصادهم يفوك اقتصاديات دول كثيرة حتى من الدول الغنية في المنطقة وبالتالي نتوقع أسوس حلمي أن المعركة ستكون مستمرة مع الظلاميين المعركة مستمرة مع الظلاميين وستطول لكن اللي احنا شايفينه أن الحدة خفت لكن احنا في 2021 ومع ظروف الكورونا ومع التغيرات في المنطقة احنا ملاحظين في الأيام اللي فاتت القاعدة نشطته بدأت تعمل عمليات ودعش نشط في سوريا فواضح أنهم أن تغيير الإدارة الأمريكية أنعش أمال هؤلاء وبالتالي المعركة أنت ممكن تقول أن المعركة محسومة لو أنت على مستوى معركة محلية لكن أنت بإزاء معركة أطرفها دولية وأطرفها موجودة خارج مصر وموجودة لدى كوى عظمة وموجودة و يعني الإخوان يجيدوا اللعب تحت الأرض ففتحين مع أجهزة مخابرات وفتحين مع دول وفتحين مع أنظمة وكل شيء طيب يعني ربما هذه المتغيرات اللي هتكون في 2021 وإحنا طبعا ننتظر تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي يوم 20 يناير الجاي كيف سيكون المشهد ربما يعني يصلح أو تصلح هذه النقطة تحديدا للحديث عنها في الأسبوع المقبل أو الأسبوع المقبل حسب ما يعني تتضح الصورة لكنها نقطة مهمة جدا لأنه هذه التغيرات لها إنعكاستها بالتأكيد وسنكون سعداء بمناقشتها مع حضرتك أستاذ حلمي شكرا جزيلا على تشريفك لينا في أول يعني حلقاتنا الأسبوعية وسنتشرف أيضا الأسبوع المقبل يعني بإذن الله إن شاء الله إن كنا من الأحياء بشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمفكر الأستاذ حلمي النمنا وبكده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام نشوفكم بكرة بإذن الله تصبح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة